وصل الاحتدام بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين إلى درجة الغليان خلال الأشهر الماضية كل العيون كانت تتجه إلى مضيق هورمز لرصد التطورات لكن خبرا يتيما عن تفجيرات متتالية ضربت مجموعة من السفن ونقلات النفط بالقرب من ميناء الفجير الإماراتي سلبت الانتباهة واضطرحت أسئلة حول الجهة المسؤولة واليوم الذي يلي تفجيرات بالتوازم حضور أمريكي عسكري معزز في المياه الخليجية وهو ما يزيد الأمور احتقانا وتعقيدا الرسالة الخطيرة التي عليها وصلت إلى الأسواق العالمية حيث أخبر رويتر بأن أسعار النفط ارتفعت فهذا أمر مهم جدا والرسالة واضحة إلى سواء الأسواق العالمية أو الولايات المتحدة وحتى دول الخليج النفطية كما صرح بذلك رئيس لجنة الأمن القوم الإيراني في مجلس الشورى بأن هذه التفجيرات أثبتت بأن أمن الخليج من زجاج التصريحات الأولية الإيرانية بدت وكأنها رسالة من تهران لا سيما وأن الخبر الأولي للتفجيرات جرى تداوله بداية عبر وسائل علام صديقة لتهران أصرت عليه طوال النهار رغم عدم وجود مصدر آخر ونقل لاحقا على وسائل علام إيرانية وروسية الخارجية الإيرانية نددت بالحادث وصفة إياه بالمقرق والمزعج في الوقت الذي امتنعت الإمارات والسعودية عن توجيه اتهام لأي جهة بالمسؤولية عن الحادث وهو ما يفتح الباب أمام أكثر من خيار لكن يبقى أن مجرد تأكيد حصول عمل تخريبي كما وصفته الإمارات يؤشر إلى رغبة بالتعامل مع الحادث والبناء عليه تؤكد هذه الحادثة على خطورة الوضع ورغم أن الحرب المفتوحة بين إيران والولايات المتحدة مستبعدة حاليا إلا أن انزلاقا بسيطا يقدر أن يؤدي إلى صراعا ذات تبعات خطيرة الأمريكيون يعلمون بذلك ولا يمكن تجاهل لردة فعل إيران نحن في خضم المواجهة هي لا تزال شفوية لغاية الآن ولا أرى السلطة الإيرانية تستسلم اليوم للتفاوض مع ترامب منذ العام 2012 والفجيرة نقطة استراتيجية لتصدير النفط الإماراتي دون المرور بمضيق هرمز أو بكلام آخر نقطة تحييد للمضيق عن النفط الإماراتي لكن الحادثة الأخيرة إلى جانب دلالتها الأخرى تؤشر إلى أن تهديد أمن الطاقة في المنطقة في حال استمرار التوتر قد يتخطى المضيق إلى مدونه علي هاشن بي بي سي